موسيقى مشاهدين اهلا وسهلا بكم الى نشرة الاخبار من قناة الاخبار المغربية امفاند كاتخا بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة الى فخامة السيد جوزيف روبينت بايدن رئيسي الولايات المتحدة الامريكية وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية واعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسم جلالته شخصيا وباسم الشعب المغربية عن تهنئه الحار مقرونة بمتمنيته الصادقة للشعب الامريكية باطراد التقدم والرخاء ومما جاء في برقية جلالة الملك وبهذه المناسبة اعبر لفخامتكم عن اعتزاز الوطيدة بما يجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية من العلاقات تاريخية عريقة قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل والتضامن الفاعل مشددا لكم حرسي الراسخ على مواصلة العمل سويا معكم من اجل اغناء هذه العلاقات ولارتقاء بشراكاتنا الاستراتيجية الى ما يستجيب لطموحاتنا ولتطلعات شعبين الصديقين غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة مطار الرباط سلاه متوجها الى الضيار المقدسة لاداء مناسك الحجة برسم موسم 1443 هجرية وكان في وداعي الوفد الرسمي الذي يترأسه وزير العدل السيد عبدالطيف وهبي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السيد احمد التوفيق والامين العام للمجلس العلمي الاعلى السيد محمد يسف تقرير خديجة شاكرية وزير العدل عبدالطيف وهبي اشرف على مغادرة الوفد الرسمي للحجاج المغاربة من مطار الرباط سلاه المتوجه الى الضيار المقدسة لاداء مناسك الحج برسم موسم 1443 هجرية بحضور وزير الاوقاف وشؤون الاسلامية احمد التوفيق والامين العام للمجلس العلمي الاعلى محمد يسف انتم تعلمون الاهتمام الخاص الذي وله جلالته للحجاج ومدى مساءل طرح اسئلة كثيرة حول احواله وظروف الحج لذلك ما هو معروف على الحجاج المغاربة من التزامين نشكرون عليه وكذلك السلطة السعودية ما تقدمه من خدمات الى الحجاج المغاربة وكان امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم العشرين يونيو الماضي الى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الاول لمطار الرباط سلا داعيا جلالته الحجاج المغاربة الى تمثيل المغرب افضل تمثيل وذلك باعطاء صورة المثلة عن تشبع الشعب المغربي بالتسامح والاعتدال اوسط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتماد جرعة تذكيرية للقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 لكباري السن والاشخاص زوي العوامل الامراد وذلك لضمان الحماية من هذا الفيروس تفاصيل اكثر في تقريري التالي لكبار السن والاشخاص ذوي عوامل المراضة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توصي باعتماد حقنة تذكيرية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لضمان الحماية منه بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ذكر ان هذا القرار يأتي في اطار تحديث الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا وتحصين المكتسبات التي حقق المغرب في مواجهة الجائحة فبناء على توصيات اللجنة العلمية الوزارة دعت الاشخاص الذين تفوق اعمارهم ستين سنة على الخصوص والبالغين ثمانية عشر سنة فما فوق الذين يعانون من عوامل المراضة الى اخذ حقنة تذكيرية من اللقاح ضد فيروس كورونا بعد مرور ستة اشهر من تلقي الحقنة الثالثة المعززة كما دعت الاشخاص غير الملقحين بشكل كامل الى الاسرع باخذ حقنة ثالثة معززة بعد مرور اربعة اشهر من الحقنة الثانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد مجددا ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من ارتداء للكمامات بشكل سليم في الاماكن العمومية المغلقة والتجمعات البشرية قالت روسيا امسنا الاحاد ان قواتها وحلفائها سيطروا على منطقة لوغانسك بشرق اوكرانيا بعد السيطرة على لستشانسك اخر معقل اوكراني بالمنطقة في حين اكدت كييف سحب قواتها للحفاظ على ارواح الجنود وتأتي السيطرة على لوغانسك وهي هدف رئيسي للحرب بالنسبة لروسيا بعد اسابيع من تقدم بطيء ومن شأنها ان تمنح موسكو دفعة وتحول التركيز في ساحة المعركة الى منطقة دونيتسك المجاورة حيث لا تزال اوكرانيا تسيطر على مساحة شاسعة بادر زايو القوات الروسية تعلن سيطرتها بشكل كامل على منطقة لوغانسك بشرق اوكرانيا السيطرة على لوغانسك تأتي بعد اسابيع من تقدم بطيء فيما اكدت كييف سحب قواتها للحفاظ على ارواح الجنود اذ قالت وزارة الدفاع الروسية ان الوزير سيرجي شويغو ابلغ الرئيس فلاديمير بوتين بان لوغانسك قد تحررت بعد ان قالت روسيا في وقت سابق ان قواتها استولت على قرى حول ليسيتشانسك وتمكنت من تطويق المدينة وقالت قيادة الجيش الاوكراني ان القوات اضطرت للانسحاب منها ومن شأن هذا التطور العسكري ان يدفع موسكو تحويل تركيزها في ساحة المعركة الى منطقة دونتسك المجاورة حيث لا تزال اوكرانيا تسيطر على مساحات شاسعة فرضت تاسين حجرا على 1.7 مليون شخص في مقاطعة انهوي في شرق البلاد بعد الابلاغ عن حوالي 300 اصابة جديدة الاثنين مع عودة ظهور كوفيد في مراتق معينة وتتبع تاسين سياسة صارمة لاحتواء الفيروس من خلال تكفيف فحوص الكشف عن الاصابة والحجر الصحي الالزامي والعزل بمجرد ظهور حالات قليلة ويعود الوباء للظهور في انهوي في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الصينية ببطء منذ رفع الانهائي العزل الذي استمر عدة اشهر في شانكهاي اعلنت شرطة الدنماركية اليوم الاثنين عن مقتل ثلاثة اشخاص جراء حادث اطلاق النار الذي وقع الاحد داخل مركز انتجاري في كوبنهاغن واشرت السلطات الدنماركية الى ان الحادث خلف العديد من الجرحة حالات ثلاثة منهم حرجة وقال سوريون سوروين توماس كبير مفتشية شرطة كوبنهاغن بمؤتمر صحفي ان المشتبه فيها البالغ 22 سنة الذي اوقف بعد اطلاق النار معروف من الشرطة لكن بشكل همشي فقط بادر زهيو الشرطة الدنماركية تعلن مقتل ثلاثة اشخاص جراء حادث اطلاق النار الذي وقع الاحد داخل مركز تجاري في العاصمة كوبنهاغن السلطات الدنماركية قالت ان الحادث خلف العديد من الجرحة حالات ثلاثة منهم حرجة وكانت الشرطة الدنماركية قد اعلنت عن اعتقال شخص على علاقة بالحادث وهو شاب يبلغ من العمر 22 سنة معروف بشكل هامشي فقط وهرعت عدد كبير من سيارات الشرطة والاسعاف الى مكان الحادث فيما لا تزال الشرطة تجهل دوافع منفذ الهجوم لكنها لا تستبعد ان يكون اشتباك قد دار بين عصابتين اجراميتين متنافستين تستأنف عملية البحر عن ناجين محتملين بعد انفصال كتلة ضخمة من نهر مارمولاندا الجريدي الذي يعد الاكبر في جبال الالب الايطالية بسبب موجة حر ما ادى الى سقوط ستة قتل على الاقل وثمانية جرحة وقالت يناطقة باسم خدمات الاغاثة ميكيلا كانوفا لوكالة فرنس بريس مساء الاحد ان حصيلة القتل التي كانت خمسة ارتفعت الى ستة وفيات مؤكدة واضفتنا ثمانية اشخاص اصيبوا بجروح بدون ان تذكر تفاصيل عن جنسيات الضحايا امرت خدمات والطوارئ الاسترالية الالاف الاشخاص من سيدن باخلاء منازلهما الاثنين بعد ان غمرت الانهار الفائدة بساحات شاسعة من الاراضي فيما تسبب اكبر سد في المدينة بتشكل سيول وفي اليوم الثالث من الامطار الغزيرة التي هطلت على الساحل الشرقية قال رجل انقاذ انهم انقذوا حوالي عشرين شخصا خلال الساعات الاثنين عشرة الماضية كثير منهم حرسوا داخل السيارات على طرق على طرق اشتاحتها الفيضانات في نيو ساوث ويلز وتتأثر استراليا بالاشكال الحاد لتغير المناخ إذ تتعرضوا بانتظام لموجات جفاف وحرائق غابات مدمرة فضل عن فيضانات متتكررة تزداد شدتها على نحو متزايد ابرز المشاركون في المنتدى الدولي الاصيل لحوار الاديان بابل جعد دورة والتجليات التضامن بين الاديان في النهوض بالعيش المشتركة والسلامي العالمية تفاصيل اوفا مع عبداللطيف بن طالب أهمية التضامن بين الاديان في الجانب المرتبط بالسلام والتكافر الاجتماعي في مختلف أبعاده الروحية والأخلاقية والحضارية هو ما أبرزه المشاركون في المنتدى الدولي الاصيل لحوار الاديان بابل جعد حول دور وتجليات التضامن بين الاديان في النهوض بالعيش المشترك والسلام العالمي تعميق النقاش والحوار وكذلك خلق أرضية تقافية للأجيال القادمة من أجل تقسم بعض القيم المشتركة بين الاديان مفكرون وباحثون جامعيون أشادوا بالدور المركزي لبؤسسة إمارة المؤمنين في النهوض بقيم التضامن مثمنين فرادتها في إعلاء قيم التعايش والتفاهم والحوار بين الأديان نثبت أن التضامن بين الأديان وتكافل بين الأديان ذلك هو الأصل الأصل ليس الاستثناء ولا حالة عابرة هناك مشاركين من الأديان الساموية الثلاثة برنامج هذا اللقاء تضمن محاضرات عدة حول تجليات التضامن الواردة في الرسائل البابوية والتضامن في تصور الديانات والتكافل الاجتماعي بين القيم والسلوك ودور التضامن في تعزيز السلام تاركونا في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب بالدار البيضاء على أن الاستراتيجية الاستباقية الشمولية والمندمجة في مكافحة الإرهاب والتطرف جعلت من المملكة بلدا رائدا في هذا المجال عبداللطيف بن طالب الاستراتيجية الاستباقية الشمولية والمندمجة في مكافحة الإرهاب والتطرف جعلت من المغرب بلدا رائدا في هذا المجال وفق المشاركين في ندوة الإرهاب ما بعد كورونا نظمتها الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب بالدار البيضاء ما هي الأفاق التي وجدناها جميع سواء الدولة أو المجتمع المدني في إطار مواجهة الأفكار المتطرفة والأفكار التي تدعو إلى الإرهاب وإلى تفجير لمازال رغم الوباء كنا نسمع به في بعض الأماكن تدخلات المشاركين أبرزت الاستراتيجية التي تتبناها المملكة معتبرين كونها تستند على رؤية متكاملة تجمع عدة جوانب وتقوم على آليات داخلية أخرى عززت قدراتها على التعامل مع مخاطر الجماعات الإرهابية الإرهاب ظاهرة أصبحت تلازم البشرية للأسف وهذه المنازمة لابد لها من مواجهة من طرف المكونات للمجتمع المدني والسياسات العمومية ومن مختلف الأطراف التي تهمها الموضوع المتدخلون أجمعوا على أن المغرب نجح في سن مقاربة استباقية مبرزين الأشواط المهمة التي قطعها المغرب فيما يخص إعادة هيكلة الحقل الديني وأشادوا بتحصين المساجد من أي استغلال والرفع من مستوى التأهيل لخدمة قيم الدين وقيم المواطنة تنعقد أشغال المؤتمر الوطني الثلاثي للجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري بالداخل بمشاركة حوالي 180 طبيبا اختصاصيا من قطاعات جامعية عمومية وخاصة من المغرب والخارج لنتابع التقرير التالي الانفتاح على أحدث الابتكارات التكنولوجية والممارسات الحالية على المستوى الدولي في مجال فحص وعلاج أمراض الدماغ والأعصاب والعمود الفقري هو هدف المؤتمر الوطني الثلاثين للجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري هذا المؤتمر يتطرق إلى عدة محاور الهدف منها هو اكتساب الخبرات مشاركة التجارب مع باقي البلدان ومعرفة ما هو جديد في هذا التخصص بمقارنة مع ما هو معمول به في باقي البلدان هذه الأشغال تروم تشكيل منصة لتعزيز تبادل المعرفة والمعلومات والخبرات بين المتخصصين في هذا المجال بمشاركة 180 طبيبا اختصاصيا من قطاعات جامعية عمومية وخاصة من البغرب والخارج المؤتمر سيتكلم على بعض التقدم الذي يحضر في جراحة الدماغ والأعصاب لأنه لدينا واحد تخصص الذي تقريبا كل سنة سنتين يقوم بواحد تغيير في التكوين والتربية في جراحة الدماغ والأعصاب في الطرق حديثة لمعالجة أمراض جهاز العصابي وفي كذلك نقاش على الأمراض الأطفال للمخوى الدماغ هذا اللقاء العلمي سيسم في تعزيز التبادل بين ممثلي البلدان المشاركة وتقوية التعاون جنوب جنوب ودعم إشعاع المغرب رائدا في مجال جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في إفريقيا أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم ماشيستر سيتي مقابل خمسة وأربعين مليون جنيه إسترليني ووقع اللاعب البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما عقدا طويل الأماد مع أرسنال منهيا خمسة سنوات مع سيتي بادر زهيو كما كان متوقعا نادي أرسنال الإنجليزي يعلن رصويا تعاقده مع اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الصفقة ناهزت خمسة وأربعين مليون جنيه إسترليني بعقد طويل الأمد سيربط اللاعب البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما مع ناديه الجديد خامس ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي جيسوس خاض مئتين وستة وثلاثين مباراة وسجل خمسة وتسعين هدفا مع السيتي وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وبثلاثة ألقاب لكأس الرابط وبلقب لكأس الاتحاد الإنجليزي بينما ظهر البرازيلي الواعد ستة وخمسين مرة بألوان بلاده البرازيل كانت هذه آخر مواد نشرتنا تفاصيل أوفاء عن أخبار المغربي والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني M24TV.MA شكرا على تيب المتابعة في أمل الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر